قضية الزيادة على الأقصاط المدرسية لم تجد خاتمة ترضي الأطراف حتى الساعة فبين ساعة وأخرى تحرك جديد آخرها من قبل لجان الأهل باتجاه القصر الجمهوري الذي شهد اجتماعا بين رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى وفد من اللجان الاجتماع دام نحو نصف ساعة أعلن خلاله عون أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبالتنصيق مع وزير التربية مروان أحميده على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يتم خلالها درس عدد من القضايا التربوية ومن بينها الخلاف الناشئ حول رواتب المعلمين وزيادة الأقصاط المدرسية وما يتفرع عنها وأشار عون إلى أنه تدرس مع المعنيين اقتراحات من بينها فكرة جدولة الرواتب وتوزيع الأعباء المترتبة على الأطراف الأربعة الدولة والمدارس والمعلمين والأهالي إضافة إلى اقتراح ثالث ينطلق من مجانية التعليم وضرورة تمويل الدولة له وهذه الأفكار ستكون موضع بحث في هذه الجلسة الاستثنائية وعدنا بجلسة حكومية تربوية سريعة وعدنا بعدد كبير من الحلول المطروحة وعدنا أنه هالحلول رح تتنفذ قبل نهاية المهل مثل ما بتعرفوا بـ 31 واحد بتنتهي المهل للمدارس لتقديم الموازنات المدرسية أجواء تفاؤليا عكست على الأهالي خصوصا وأنه تم تحديد مهلة زمنية لحل الأزمة ولم تترك مفتوحة بكرة عنا تحرك مبدئيا دعوة عند غبطة البطريارك لنعمل إديس نكون نحن مشاركين فيك اللي جين أهل واتحادات اللي جين أهل بكل لبنان بدون استثناء تنقلوا شكرا لغبطة البطريارك ما عم فكر بأي خطوة تصعيدية تاني طالما فخمت الرئيس قال أنه أنا ححل قبل هالموعد لما فخمت الرئيس الجمهورية بقول هالكلم ما عد في مجال نحكي شي فوقه ننطر لـ 31 واحد ويبنى على الشيء مقتضى وزارة التربية بدورها والمعنية الأولى بالملف شهدت اجتماعا للوزير مروان أحميدي إلى نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أكد خلاله موقفه الثابت بضرورة تطبيق القانون وعدم المساس به كما تطرق أحميدي إلى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الرئيس سعد الحريري وعد بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت ممكن وعلم تلفزيون مستقبل أن الوزارة ستبدأ بملء الشواغر في المجالس التحكمية الغير مكتملة الأسبوع المقبل إضافة إلى التدقيق في موازنات المدارس جرعة أمل انتلقاها الأهالي بعد أشهر من الأخذ والرد وبناء على ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء التي وعد بها رئيس الجمهورية سيبنى على الشيء مقتضاه من بعبد ناهد يوسف تلفزيون مستقبل